يشارك وفد مصر اليوم في أعمال دورة 43 من أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على المستوى الوزري بالعاصمة الكينية نيروبي يأتي ذلك تمهيدا للقمة التنصيقية الخامسة للاتحاد الإفريقي والمقرر عقدها الأحد القادم في نيروبي والتي تأتي في ظل تولي مصر حاليا رئاسة اللجنة التوجهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية نيباد لمدة عامين حيث تستهدف مصر الدفع بأولويات القارة الإفريقية وتحقيق أجندة إفريقيا 2063 من خلال تكسيف جهود حجر تمويل دولي لمشروعات التنمية في القارة الصمراء لا سيما مشروعات البنية التحتية والربط القري وكذلك تعزيز جهود الإسراء في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القرية